مرحبا طلابي وطالباتي الأعزاء اليوم احنا بدنا نتعلم عن الجزء العملي والجزء اللي فيه بحث وبرضه فيه اللي نطلع من الصف من إطار الصف والقسم النظري منتطرق للأجزاء اللي هي مثيرة الاهتمام في البيولوجيا اليوم راح يتعرف عن البحث وعن البيو بحث فانضموا معي اهلا وسهلا فيكم اليوم موضوعنا هو بعنوان ما هو البحث العلمي شو احنا عمليا بدنا نعرف عن البيو بحث البيو حيكر ما يسمى راح نعطيكو كل المعلومات المطلوبه عشان انتو تستطيعوا تقوموا بالبحث بدون مخاوف بدون ما تنضغطوا واذا فيه اياتا سؤال احنا نتمنى انه في هاي المحاضره احنا نجاوب عليه عشان نعطيكو الفرصه انكو تقوموا بالبحث بطريقه السلسه ومرتبه وحسب القواعد وتاخذوا العلامه المطلوبه والامليحه فانضموا معي اول اشيه اللي بدي اشكر المعلمات نعمي رايبشتين عناد زينجر فينكلشتين وريتا قلعاد اللي هني كتبوا هاي العارضه وانا تقومت بترجمتها وبيدي اقدمكم اياها اليوم ساد فريد محميد طيب شو راح نتعلم احنا اليوم اليوم احنا راح نتعلم جزئين زي بتعرفوا المحاضره فيه جزء اول فيه فرصه فيه جزء ثاني شو راح يكون في الجزء الاول بيكون اهداف البحث العلمي احنا راح نتعرف لليش ملكون بالبحث العلمي راح نتعرف على مبنى كيف نبني كيف نكون بالقيام بالبحث العلمي والخطوات الاولى بالبحث العلمي هي اصعب ايش دايما ايه اول خطوة بلاحظه مابلنا باول خطوه العجل بيبدا الدور تعالوا شوف احنا كيف نتعرف كيف نبدا هايный الخطوة الاولى بعدين في علينا استغراءة بان بدأ بتجزء الثاني جزء الثاني راح نتطرق لمصدر المعلومات الموثوق منه شو هوا مصدر المعلومات الي باخدر انا استعمله في البحث العلمي بعدين كيف ندمج هاي المعلومات في وظيفتنا وآخر إشي بدنا نقوم بإصدار قائمة مصادر للمعلومات وبتحريرها وبكتابتها بشكل اللي هو منظم ومرتب وبرضو أكاديمي فأهلا وسهلا نضموا تعالوا نضموا معاي أول إشي تعالوا نفحص من السؤال البسيط شو هو البحث العلمي اللي بيوبحث كثير بتسمعوا أنتوا عليه في هذا الجزء اللي انتوا رح نتعملوا التجارة ويحن تكونوا بالعمل لحالكو ما يسمى يعني بدون ما يكون الاستاد يعملكو الامتحان وإشي اللي هو بتعلق برغبتكو شو بتحبوا موضوع بتبحثوه في البيولوجيا فالبحث العلمي هو عمليا جزء من تخصص البيولوجيا خمس وحدات تعليمية خمس وحدات تعليمية تتقسم لجزئين فيه امتحان البقروت النظري اللي هو عمليا نسبته 55% علامة الكليب البيولوجيا بس عشان اذكركم انتوا عمليا بتعملوا امتحان واحد اللي فيه بيكون جزء امريكي جزء فهم المقروء وجزء بطبع قدنسية المفتوحة وعمليا جزء برضو توسط فهذا هو جزء النظري يعني الجزء اللي بتعلموا فيه المادة في الصف عن طريق عريضات عن طريق مهمات بس احنا عمليا ما منصيب اشي بشكل يدوي بشكل بادينا في البيولوجيا فعشان هيك هو امتحان بقروت خارجي امتحان بيجيكو بتعملوه وتخطو عليه علامة وطبعا انتوا راح يتطروا وتتراجعوا المواد اللي تعلمتوها خلال ثلاث سنين بس عشان نخليكم تحسوا بالبيولوجيا وتستشعروا نعملنا جزء العملين انا حسب رايه هذا اشي جدا مهم عشان مادة اللي احنا بس نحكي عليها نتعلمها ما منقدر نذوتها وعشان كون ترويتها بيجي البقروت العمل البقروت العمل اللي نسبته 45% العلامة الكلية البيولوجيا خمس وحده يعني نسبة كبيرة جدا فلا تستهينوا فيه انا حسب رايه هو احلى جزء بالبيولوجيا وهو راح نشوف بتكسم لك اسمين المختبر اللي احنا فيه نتعلم مهارات عمليا عمليه في المختبر كيف نستخدم المواد في المختبر كيف نكون بتجربة حسب معطيات وحسب ارشادات معينه وفيه البيو بحث انا حسب رايه البيو بحث اللي نسبه 30% اللي نحتوي 15% البيو بحث هو احلى موضوع في البيولوجيا ليش بالبيو بحث انت عمليا بتستغل المهارات التفكريه العالي كل شي تعلمتو بالبيولوجيا من مواد النظرية من ادوات اللي بتعطيك الفرصه انك تقوم بتحليل المواد بتقوم عمليا بالبحث عن مواد وبهم اش بالبيو بحث انت بتقوم بحث امر اللي بيثير اهتمامك ها انت هين شو بتحب بتعمله من رغبك الذاتي من فضولك الذاتي فانا حسب رايه لما بتعمله البيو بحث اتحن فيه مش بس العلامه مهمه علامته مهمه هي علامه الداخليه اللي المعلم بيعطيها وهي برضه جزء مهم علامة البيو بحث هي 30% التقييم الذاتي الداخلي في المدرسه تبعه المعلم فهي جدا مهمه بس بدي ايقوا نفسك الفرصه فيها هاي 30% انتو عمليا انا حسب رايه بتقدر تستشعروا شو يعني بيولوجيا بشكل حقيقه وبشكل اللي هو عمليا مش بس نظره في الهواء طيب احنا نعرف برضه ان المختبر زي ما حكينا بقروت خارجه عمليا بيجيكم امتحان مع انكم برضه بتعملوا عده اختبار يعني مختبرات التحضرية وفيه برضه علامة داخليه مدرسيه اللي حكينا عنه اللي هي 30% البيو بحث تعالوا نتعرف اسا على البيو بحث اكثر ليش في بيو بحث ليش في وظيفه عملية انا اتطرقت لهاي الامور وبدرجع اتطرق لاخره مرة اذا انت عمليا بس بتعلم ماده نظريه الماده بعد ما تخلص الثانويه بتروح وبعدين فيش فيها نوع من المتعه انت ما بتحس بالماده لما انت بتقوم بتذويت الماده انت لازم عمليا تقوم بتجزء العمله لازم ما يسمى انك تحط ايديك في الحقل مش بتطلع من الصف للبيولوجيا الحقيقية وهين بيجي دور البيو بحث اول شي هدفه ينمي الفضول عندكو ينمي الكدرات تفكيري العالي زي التحليل وزي التركيب وبرضه يعطيكو المهارات العملية اللي تقدر تكريت الوظيفة اللي هي مظبوط مش بمستوى اكاديمي جامعي بس قريبه لالو عشان لما تروحوا على الجامعة والاكاديمي يكون عندكو الكدرات وما تكونش صدمة التعرف الاولي مع بحث علمي في الجامعة فاحنا عم ايام نحضركم لهاي المرحلة طيب تعالوا نفهم هسا شو اهميت البيو بحث كل اشي انتو تعلمتوه بالبيولوجيا هو ناتج بحث اللي قام في واحد او واحدة من العلماء ما في اشي احنا تعلمناه الا مبني على بيو بحث بحث علمي باللي تم القيام فيه في الماضي فهي اهمية الابحاث في البيولوجيا الابحاث هي اللي بتطور المواد اللي احنا نتعلمها هي اللي كل مره بتزيد وبتثري شو احنا منهرف عن الكائنات الحيه فبدون ابحاث بالبيولوجيا ما في عندي معلومات وما في تطور الموجود احنا عنا في المجال طيب كيف كانوا زمان يقوموا بالعملية المشاركة المعلومات اللي بيكتشفوها كان في احنا عنا نوع ما يسمى اتصال علمي الباحثين يقوموا في تجاربهم ابحاثهم ويقوموا بنشرها الآن زمان ما كان فيه انترنت ووسائل اتصال اجتماعي ووسائل اقمار اصطناعيه فكان فيه ما يسمى جمعيات زي ما شايفين انتو بالصورة جمعيه البريطانيه الملكيه للعلوم كانوا العلماء يلقوا فيها يقوموا بنشر ابحاثهم نتائج تجاربهم يقوموا عمليا بعصف ذهنه مع زملاءهم الموجودين هناك عشان ياخذوا من عندهم نوع من التغذية المرتدة على البحث الموجوده عندهم وطبعا مدامنا نحكي على الجمعيه الملكيه البريطانيه للعلوم هناك تشارلز داروين قدم نتائج بحثه اللي ادت فيه وقت لاحق لتطوير نظرية التطور فالاتصال علمي مهم انت اذا اكتشفت شغله مهم انك تكون بنشرها وهم يكون برضه عمليا بتشاور تطور مع اشخاص الموجودين بنفس المجال عشان تتاكد انه نتائجك وانه التجرب اللي قمت فيها هي سليم وصحيحة طيب عنا هين مثال بالقرن عمليا العشرين شو صار مع التطور حكينا اوش كان فيه جمعيه لتما تطورت وسائل الطبع والاعلام صار فيه مقالات علميه اليوم كل باحث اللي هو كبير وعنده اسم عالميه قام بنشر ابحاثه فيه مجله علمي معتبرا شو مجله فيه مجلات هنه مشهورات هنه اسمه science to nature وان شاء الله واحد منكو او اكثر من واحد منكو انه يتطور ويفتح مختبر ويقوم بالابحاث وينشر ان شاء الله هناك المقالات تبعته فانتو شايفين هين مثال لمقال اللي هو ثوري شو يعني كل فترة يتم نشر مقال في مجالة علميه الي بكون قفزة كبيرة في كل مجال علمي الاحياء هين احنا عنا العالمين واتسون وكريك قاموا بنشر البحث العلمي تبعهم هذا البحث كان عن اللولب المزدوج للـ DNA لما اكتشفوه هادي عمل كثوره في عالم الاحياء في عالم البيولوجيا وقدل تصور كل العلوم الوراثه والـ DNA اللي اجت بعدها فعمليا انتو هين تطلعوا مش على بس مقال علمي على تحفه اثرية علميه الي بروح تعلم لاجيال قادمه كثيره فانتو تطلعوا هين هذول صورتهم اخذوا طبعا عليها جائزة نوبل تطلعوا كيف مبنى البحث بالانجليزي وعمليا احنا عمليا مش راح نكون بنفس البحث هم طبعا بحث ازيل اكاديمي بس لو كديه مختصر وكديه الصفحتين عمليا اللي فيها القاموا في كل تجاربهم لخصوها فيها عملات ثوره علميه الي افتح حياتنا كلنا طيب احنا هسا بنا نشوف الاهداث العليا للبحث العلمي البيو بحث بيو هيكر البيو بحث احنا اول شي بدنا اياكو تاخذوا اول خطوه للكو كباحثين وباحثات دايما بالبيولوجيا الجزء النظري احنا عمليا احنا عمليا منعطيكو المعلومات هاي المره احنا منطيكو الفرص انكو انتو تبحثوا عن المعلومات انتو تاخذوا هاي الخطوه فكش كيف احنا عمليا منكون بالعمل في البيو بحث اول شي منشوف ظاهره او ظاهره علميه او طبيعيه معينه او مشكله تطبيقية اللي اثرت اهتمامنا منفع تكون اياتها ايشي منفع تكون مثلا ليش الاوراق مثلا في شجرة البهاينا الصبح بينفتحه لما شعة الشمس بتشرك وبينغلقه في الليل منفع تكون مشاكل اللي هي مثلا بتتعلق في انبات مثلا البذور القمح نتيجة تعرضها لمياه اللي هي مياه عادمه كثير ظاهر اللي بتير اهتمامنا بعد محددنا الظاهره او مشكله اللي احنا اخترناها واثرت اهتمامنا وفضولنا شو منعمل خطوه الجاي بنكون توسيع قاعدة المعرف شو يعني بنبدأ نبحث بنبدأ نقرأ معلومات بنبدأ نجمع بنشوف شو فيه اعمال ثاني عن موضوع ومجال اللي احنا بثير اهتمامنا عشان نغضر ان مش بس انه نبني قاعدة معلومات كبيرة برضه نغضر انه نبني اساس بيولوجي واساس علمي قوي لما عشان يساعدني لما نقوم بتحليل النتائج البحث بعدين بعد ما وسعنا القاعدة لشنا نعرف عن الموضوع اكثر نيجي الوقت نقدر نطلح سؤال البحث نقوم بسياغة سؤال البحث بعد ما قمنا طلح سؤال البحث بدنا ننصيق فرضيه طبعا نحن تشوفك قدامنا ننصيق فرضيه فرضيه ما بتيجي من العبث لما انت بتقول فرضيه لازم تقول اساس البيولوجي ليش قلت هاي الفرضيه ليش مثلا قلت كل ما زاده تركيز زيت الكينه قله انبات بذور القمع مش من العبث ذاك تقول هاي الفرضيه لك تشرح بعدين اساس البيولوجيه لو هاد بيجي من قاعدة المعرفه الخطوة الخامسه بدنا تخطيط بحث لفحث الفرضيه بدنا نبدي عمليا طرق العمل تبعتنا بعدين بعد ما خططنا طرق العمل بدنا نكون بالتجرب نفسه وهذا الجزء الحلو انك انت عمليا بدك تستخدم ايديك وبدك تبدأ تكون بالتجربه بعد ما قمنا بالتجربه بدنا نكون جمع النتائج بعد ما جمعنا النتائج خلال فترة زمنية نكون معالجتها واخر ايش بدنا نعرض النتائج في جدول رسم بيانه بعدين بيجي الكسم اللي هو بيجي الكسم الازياد نظري اللي فيه ازياد عمل اللي هو ذهني اننا نكون بعملية الاستخلاص الاستنتاجات يعني بدنا نستنتج شو طلع الجواب لسؤال بحثنا وليش الجواب طلع هيك وهل عمليا هاي النتائج اللي طلعت هي مظبوطة وصحيحة وهذا كله من لخصة في كتابة مقال علمي طبعا انت الوظيفة هي زي ميني مقال علمي تتكون مصغر فتعالوا ننضم للاول جزء تعالوا نشوف احنا عمنا نناقش المواضيع في عدة حصص اللي بتترك لكل هاي المواضيع مش حكينا لكم ان احنا نرفقكم خطوة وخطوة فهاي عمليا اول درس اللي بيكون عمليا تعريف كل البيو بحث بس احنا ما تخافوا كل المواضيع نباين كبيرة بس كل موثث كل خطوة موجودة هين رح نتترك لها بحصة خاصة ليلها اول ثلاث خطوات رح تكون في حصة من الظاهرة لسؤال البحث بعدين بدنا عنا سياقة الفراضية تغطية التجربة الفحص الفراضية رح نناقشها بمكونات التجربة العلمية الخطوات السادسة لتسعة لإجراء التجربة جمع النتائج وعرض النتائج وستخلاص النتائج رح نناقشها في معالجات نتائج التجربة واخر شيء الكتابة المقال العلمي رح نناقشها في المواضيع الحصة الوظيفة المكتوبة يعني زي ما شايفين من تحديد الظاهرة توسيع القاعدة تطرح سؤال البحث سياغة تخطيط إجراء جمع عرض الصلاة كتابة المقال العلمي كله هذا رح يكون له في حصة اللي تشرحه ولي ترافقه خطوة خطوة خلال كتابة البحث طيب شو بيشمل البحث العلمي البحث العلمي بيشمل جولة تعلمية وظيفة البحث العلمي نشوف شو فيه بتجولة تعلمية بتجولة تعلمية اللي هي إجبارية إحنا من نروح منقوم في بيت تنمي معين في الطبيعة من نتعرف على ظواهر طبيعية على علاقات متبادلة بين الكائنات الحية وظروف العوامل الحيائية ولا إحيائية بوظيفة البحث العلمي احنا منقوم بالتحضير للبحث كيف منحضر له نختار موضوع البحث كلنا منوسع القاعدة المعرفة تبعتنا منكرا عنه منسيق سؤال البحث منعمل تجارب أولية نذكروا الاسم تجارب أولية مهمة جدا بعد ما نقوم بهاي التجارب احنا عمينا منستنتج ولوين ابتجاه بحثنا رايح ومنقوم بتنفيذ البحث ما منعمل البحث طوالة قبل التجارب الأولية ممنوع نعمل البحث فلما نقوم بتنفيذ البحث قبل ما نقوم بتنفيذه نخطط للتجربة بالزبط شو بدنا أدوات التواريخ وين رح نعمله شو الظروف لازن نحافظ عليها بعدين مننفذ التجربة بعدها منجمع النتائج منعالجها ونقوم باستخلاص استنتاجات وبعد ما خلصنا هاي الخطوتين منبدا نكتب بالوظيفة آخر ايش منكتب بالوظيفة وهي الثلاث خطوات بتتم من خلال عمل من خلال مجموعات يعني انت بيكون لك شريك او تكونه زوج او ثلاثية بس فيه برضه أخرى جزء اللي هو ذاتي بالبحث العلمي اللي هو تقييم شخصي المعلم بعتي مهمه شخصيه لقول طالب عشان يعرف شو فهمه وقدراته ومساهمته الحقيقية كانت في هذا البحث طيب مركبات البحث العلمي زي ما شايفين عندنا الجولة البيئيه عليها 10% وهي اجباريه فيه احنا عندنا بس كنت اكون مهم التقسير الموجود هين بيتعلق بالمعلم بيغضر المعلم يكون تغيير النسب بس لازم يكون بإعلام الطلاب بهذا الامر من اول فكلنا عندنا الجولة البيئيه بعدها فيه التحضير للبحث وتنفيذ البحث اللي هو له اهمية كبيرة وهو السيرورة عمليا ومراحل وصل للبحث تحضير البحث 20% تنفيذ البحث 20% احنا بعدها عندنا الوظيفة المكتوبة الوظيفة المكتوبة اللي بتسلمها بس 30% عليها نسبة كبيرة بس القصد المهم اليوم بالبيئيه بحث هو السيرور اللي انت بتمر فيها والتقييم الشخص اللي المعلم راح يعطيه عليه 20% فزي ما شايفين وهاي نقطة مهمة انا بحكي لكم اياها البحث هو عملية اللي تستمر عدة اشهر فترة زمنية اللي انتو فيها بتتطوره وعلى هذا التقييم راح يكون انو مش راح يكون بس شو سلمت لع لمعلم الوظيفة هل عن جد انت مريت بهاي السيرورة هل كنت بهاي العملية البحثية اللي بتاخذ وقت فبتمننكم انتو تاخذ الامر بعين الاعتبار وتمروا بهاي السيرورة الوظيفة هي راح تكون بحجم 12-10 صفحات كثير بيخافوا كيف منا نعمل نكتب هاي الوظيفة الكبيرة يعني عندنا اول مرة منكتب بحث علمي فما تخافوا الكل بيعملها وحقيقة بتشوفوا كل الطلاب بيكونوا بتسليم البحث العلمي وبرضو راح نحن نكون كلكو انو في عنا حكوكو يرفقوكو هناك في ارشادات وهي الدروس اللي احنا بنعطيكم اياها هي نوع من هذا الارشادات الموجودة وفي جدول تقييم واضح لكل جزء البيو حيكل كثير منظم ومرتب وفيه عمليا تطرق لكل علامة ونص علامة وين بتروح وكيف بتروح وعشان انتي برضو ما يظل عندك ولا سؤال مبهم لكيف تكون بكتابة البحث طبعا احنا عنا زي ما شايفين في البحث بيكون نقسم لاجزاء كل جزء له علامته بيكون هناك ارشادات واحنا طبعا راح نناقش الامر بالحسه عن الوظيفة المكتوبة شو العمال كيف منبدأ الخطوة الاولى هي دائما اصعب زي كل شغلة بالحياة كيف تبدأ هذا الخوف من المجهول تبدأ تحط اجرك تبدأ تخلى عجل يدور فذكروا حتى راحة الالف كيلو متر تبدأ باول خطوة انتو ما خلصوا صف 12 قبل ما تعرفوا تحطوا اول خطوة بالروضة فنفس الشي هين لما تكون خطوة اول خطوتين تخطوها نصيحتين الخطوة الاولى اختيار شركاء للبحث بنفع زوج بنفع ثلاثية لك في لقيلة كل واحدة سلبيات وإيجابيات بالزوج انتو مجموعة صغيرة بس بالثلاثية انتو في عندكو اكثر ناس لتقدر تساعدكو بالبحث بس من جهة بالثلاثية في سؤال زيادة في عملها زيادة بس اهم نصيحة اللي هي لما تختاروا الزوج انه لازم يختارك تكون رازين شو يعني ما تختار صاحبك عشرية من البحث عشر انه صاحبك وبتنبسط معه لا اختار شخص اللي انت بتفق ان يكون بجزءه في البحث مش شخص اللي يركبك يعني ما يسمى بلغة يركب ترينب ياخذ ترينب عليك لا شخص اللي انتو اياه ايدي بايدي مشو الطريق كثير كنا نقول لكم من تجاربنا لما في اصحاب بروحوا بس عشانهم اصحاب مرة بصير خلافات عشان واحد يبيشتر واحد بيشتغلش فبدي كان تفصل بين الاصدقاء وبين العمل بين الحياة الصداقه وبين العمل في البحث العلمي اختار الشخص اللي تقدر تشتغل معه بشكل علمي طيب حجم البحث المطلوب عندنا اذا في طلبين في سؤال واحد ثلاث طلاب كلنا سؤالين احنا عندنا بتسؤال واحد عندنا متغير متعلق بنقيسه بطريقه واحده في هاي الحاله بنا نعمله خمس علاجات زائد مجموعة ضابطه اذا احنا منقوم بقياسه بطريقتين في ثلاث علاجات زائد مجموعة ضابطه اه مثال احنا مثلا بدنا نقيس نسبة كمية اطلاق السي او اثنين في عملية التخمر اتسساء ففي عنا عدة طرق بينفع انقيس ارتفاع السائل ساعتاني نعمل خمس علاجات اذا بدنا نقيس ارتفاع السائل مثلا وطريقه ثاني هي حجم انتفاخ البالون اللي بتكون لي عكادي حجم السي او اثنين فاحنا عملينا نعمل ثلاث علاجات اذا عد كنتوا ثلاث طلاب غير السؤال الاول بدي يكون السؤال ثاني اللي هو يتعلق بالسؤال الاول بيتم فحصه بطريقة نوعية او كمية ممكن نستبدأ المتغير المتعلق او المستقل في السؤال الاول يعني السؤال الثاني هو بيتعلق بس مش بالضرورة يكون نفس السؤال الاول بالامر اللي بيبحثوه ننتيكو مثال اذا انت مثلا بدك فحصه تأثير درجه مثلا الحراره على مثلا نفذيه غشاء خلايا الشمنضر وانت شفه مثلا عندك اللون كيف اللون بيتغير هاذ مثلا نوعه انت سوف تفحص اشيه اللي هو مثلا كمي بتختار عامل اخر وسعيتها انت مثلا بتكون بقياسه مثلا اللون بطريقة ثاني بدلا من استخدم الحراره تستخدم الممكن انه برضه نستبدأ المتغير المستقل في هاي الحاله وبرضه بدلا من نفحص نفذيه غشاء الخلايا بنفحص الحراره تأثير الحراره مثلا على عامل اخر اللي هو غير نفذيه غشاء الخلايا مثلا شو بصير بالصبغات اللون شو بصير مثلا بالرائحه فالسؤال الثاني هو السؤال اللي بيتبع على السؤال الاول هو بكمل عليه اهم اشي بس في كل الاسل لازم يكون عوامل ثابته مجموعة ضابطة واعادات وتعدد العناصر الافراد ولازم يكون تجارب مسبقه وتخطيط مفصل لسؤال متابعة كمي ملاحظه هذا النموذج هو عام بنفع تغيره فيه شوي حسب الموضوع حسب كيف انتو بتريده عندكو طاقاته وقبرة الخطوة الثاني اختيار الموضوع ظاهرة او حل لمشكلة تطبيقية بدنا اشي اللي هو فريد ومميز اشي اللي بثير اهتمامنا شوفوا مثلا عندنا هذا المثال ليش هاي الوركه مش خضره هذا اشي مميز اشي بثير الانتمام والانتباه اشي مشكلة تطبيقية شو اللي بيقدي مثلا لانه عمليا الورود اللي نشتريها احنا ونحطها في البيت في التجارة انها تذبل بحاول افعث شو العوام تقدي لذبول الزهار في البيت متى هاي احنا عندنا مشكلة بالحياتنا الواقعية فانت لما تختاروا الاشي اختاروا اشي اللي من جهة مثير اتمامكو ومميز ومن جهة اللي حسب رأيه له تأثير على حياتكو العملية اللي في البيت انتبهوا وهي شغلة مهمة مش كل شغلة مسموح نسأل عنها عشانه في عندنا احنا تقييدات الوقت بدنا اشي اللي يكون تم خلال نص سنة اشهر معينة مش سنين الادوات مش اشي اللي بدو ادوات معقدة وغالية بدو مختبرات اللي هي موجودة بجامعات بدنا اشي اللي بتوها تعملوه في المدرسة في ادوات المدرسة والبيت وبرضي قيود اخلقي ممنوع تعملوا تجارب على البشر منعا نباتا برضو ممنوع نعمل تجارب على الفقريات وحتى نعمل تجارب على اللا فقريات لازم يكون فيه تجاربات اخلاقية شو احنا منكم انه ما نسبب لها المعاناة فهي جدا مهمة والامان التجربة اللي تعملوها لازم تكون حسب الارشادات الامنية وما يكون فيه خطر لا سمح الله على حياتكو طيب شو النصائح سر النجاح في خط في خط النهاية شو يعني توثي اعملولكو يومان اعملولكو يومان للتجربة اللي فيه بتوثقوا كل اشي كل شغل بتعملوا تبدو اليوم الاول التاريخ كذا الوقت كذا كمنا بالبحث مقال علمي عن الموضوع كمنا في قراءة كتاب لخصو يكون عندكو كل شي موثق طوال كل الوقت تذكروا البحث وسيروا ريه يعني كل شغل انتو بتكتبوها بتحطوها عليها رح يتم تقييمكو البحث ومش الوظيف اللي لسنتو اخرش لا هو شو عملتو خلال كل هاي الفترة الوظيف اللي سنتو اخرش عليها بس 30% اللي وثقتو اللي عملتو خلال كل هاي الفترة رح يعطيكو 100% فمهم جدا توثقو 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 انا نصيحتي اعملو يومان بحث ورضو هي كنت اعمل في الجامعة اللي فيه كل يوم تحطوا التاريخ بالزبط كل شغل تكتبوها تحطوها هناك واخر اخر اشي تقوموا باستخلاص المواد المهمة عشان بتكتبو بتسلمو البحث العلم المكتوب طيب وهي شغلة مهمة البحث بقدي لمرات التعب والكسل ممنوع اتماط الممنوع يتأجل اعمل كل خطوه بوقتها هاي الشغلة مهمة عشان اذا انت عمليا بتأجل وتسيبك الكسل رح كله يجي عليك مضغوط في اخر فترة من تسليم البحث وعلامتك رح تتضرر عشان تبش رح تاخذ العلامة على البحث فقط بس برضو على عملك على هذا البحث فعملية اذا انت ظلك تأجل لاخر شهر فرضا علامتك فيه سيروت البحث وفي القيام بالتحضير للبحث رح تتضرر فمهم جدا عشان تريحوا ع حالكو وما تنضغطوا تعملوا كل خطوة بوقتها وما تأجلوا اشيه طيب بنا نعطيكو هس احنا نجينا للاستراحة بنا تفتحوا عندكو فيه ملف ابحاث لطلاب فيه عندكو شوفوا نموذجين او ثلاثة بدي اياكو تميزوا المبنى البحث العلمي شوفوا العنوان نبذة مختصرة مقدمة تركوا بحث نتائج نقاش مصادر معلومات بس تذكروا هاي ابحاث قديمة فما تعتمدوا عليها انو هاد بحثكو لازم يكون هيك وفيه مرات فيه احنا عنا بتكون اجزاء ناقصة في هاي الوظائف حالو تعرفوا على اجزاء الناقصة الموجودة عندي وطبعا تمسحوا بالبر كود او اللي عنده العرض يفوت على الخط اللي هو عمليا تم ابرازه مع خط سفلي تحته في وين ما لبف أبحاث الطلاب يعتيكو العافية احنا عمليا هسا نروح لاستراحة نلاقيكو بعد الاستراحة وبعد ما تكونوا بالمهم يعتيكو الف عافية من السيد فريد بن حميد خرجنا الاستراحة اشتركوا في القناة 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 اللي سلموها شو كيف كان مبنى البحث ربا منكم تميزون فانا بتوقع كثير شاف انه مبنى البحث عمليا زي العمود اللي موجود عندكو عاجات الشمال فيه عنوان نبدة مختصرة مقدمة طرق البحث كيف عملوه عرض للنتائج في جداول ورسوم بيانية نقاش واستنتاجات ومصادر للمعلومات طيب هلا حظته كان فيه اجزاء نقصة بهذا الوظائف مش عند الكل وكان بده شوي يعني انا مفكر بالوقت قصير عشر دقائق لكن ما لحقته بس عمليا في مال مش الكل قام بتوجيه للمصادر في البحث وهذا الامر احنا اليوم بدنا نتطرقه في الجزء الثاني اللي هو المصادر والتوجيه لالها فاذا شفته جزء اللي حظته مش الكل جزء من الابحاث ما كان فيه لها التوجيه في النقاش او في المقدم للمصادر فتعال يوم تعلم عمصادر المعلومات اللي هي مصدر العلمي تابعنا للبحث على الاقل لازم يكون عندك اربع مصادر موثوك منها طلعوا احنا بدنا اليوم نبدأ في اخر جزء في البحث المكتوب و بدنا اربع مصادر وين بتفوت مصادر المعلومات بتفوت بالمقدمة وبالنقاش اللي قلهم علامة نسبية كبيرة في البحث المكتوب فش ليش احنا بدنا هاي المصادر احنا بدنا نوسع قلنا اول شي قاعدة المعرفة قبل ما نبدأ للبحث انا في ظاهر اثارت اهتمامي بدي اقوم تطبيق عملي معين لبحثي معين انا بدي اعرف اقرأ ازياد عن الظهر اللي انا بشوفها اذا انا ما عندي المعلومات اللي مبنية على تجارب سابقة ما بقدر اعرف هل اتجاه صحيح هل انا التجربة اللي قمت بتخطيطها هي صحيحة فمهم جدا اول شي نقرأ وندور على مصادر زي ما حكينا كل اكتشاف جديد مبني على معرفة سابقة او زي ما كان نيوتون انا عمليا بوقف على كتف العمالقة اللي قبل اللي خلوني اشوف الافوك الجديد فغير ما حكينا انه بدنا عشان المعلومات نبني بنك المعلومات بالنسبة للتجربة تنسوش احنا مش هدفنا نكتشف شغلات جديدة احنا هدفنا نطور المهارات البحثية الاكاديمية اللي عنا احنا مندور على ظواهر اللي هي معروفة واللي تم القيام بالبحث عنها ومن عن طريقة منحاول ننمي هاي المهارات البحثية بس بده اقول لكم اخرى شغلة مش غلط اذا بتكونوا بفحص ظاهرة علمية اللي هي عمليا جديدة او تم تطلقها الى بالسنوات الاخيرة او اللي بعده ما حدا عملها بس تذكروا لازم يكون عندكم اشي طريقة اللي تقوم بالقيام بالبحث بشكل منطقي يعني الوقت تبعه كثير الادوات متوفرة ما فيه وخطر عليكو وبرضه طبعا ما فيه التجارب على الحيوانات وعالبشر فهذا الاشي خضوه بعين الاعتبار طيب كلنا اربع مصادر موثوق منها شو يعني المصدر موثوق منه يعني اذا انا هسا سألت مثلا جدتي او ستة معلومة بخضر اكتبها وقول ستة ستة حكت ليه بعدين نتطرق كيف ندمج هاي المصادر ونوجه لها في الوظيفة وكيف نكتبسها مهم مش بس كيف نوجه كيف نكون بالاكتباس نقول انه اخذناه من المصدر من الكتاب من المقال من الانترنت معين وكيف احنا برضه نكون بتعديلها هاي كل هالاسئلة راح نتطرق لها اليوم انا بس كنت اقول لك بالبعرف هذا الجزء الصعب بالاخص انه احنا نلاقي يتم تنمية هاي المهارات في جيل اللي هو صغير من الابتدائي انتو مرة واحد تيجوا على الثانوية وبسرعة بتكون تنموا هاي المهارات بس اتذكروا اذا بتمشوا خطوة خطوة زي ما احنا ورجيناكو فش ولا اياتها سبب انكو عمليا تقوموا بتسليم بحث اللي هو حسب المعايير الاكاديمية حتى الجامعية طيب شو مصادر المعلومات اللي عنا كتب اللي هي كتب علمية طبعا الانترنت حنتطرق له بس اللي هو عمليا نروح على الويب سايت اللي هي علمية طبعا ما منفع نحط بانت وواينت لازم نشوف لك قدام انه روابط اللي هي علمية لمواقع في الانترنت اللي هي علمية صحف علمية وبرضه مختصين طيب قلنا على اقل اربع مصادر موثوق منها شو يعني موثوق منها كلمة يعني نقدر نعتمد عليها امينة كيف منقدر نعرف هاي الامور حسب هاي المعايير اول اشي بدنا مصداقية لمرجع مصدر المعلومات اخلنا منه نشوف ان هذا المصدر هو عن جد علمي ثاني شغلة المعلومات حديثة مش قديمة جدا هي بالعكس كانت محتلنة وهي تتطرق للبحث اللي بنعمله وبرضه الثالث وهو مهم موضوعية مش فيه دمج لاراء شخصية اللي هي مش علمية طيب شو يعني مصداقية بدنا نشوف انه الكاتب المعلومات هو باحث علمي في جامعة بروفيسور اللي بيكون كتابة مقالات لسنين وعنده عمليا التاريخ في كتابة المعلومات والابحاث العلمية مش كاتب اللي هو خنقول عنده هواي يكتب مقالات مصداقية الخبراء اذا الكاتب قام بالاستناد على خبراء وقال انا حسب المعلومات اللي شفتها لازم نشوف انه هذا الخبراء عمليا هم علماء هم ناس اللي بتشتر في المجال البحث او التجرب اللي بنكون فيها في الجامعة في نكون في مؤسسات وهيئات تعليمية وثالث شغلة بدنا نشوف انه المصدر اللي بتظهر فيه المعلومات هو موثوق منه يعني زي ما حكينا مقال علمي في مجلة ساينس او نيتشر مش مقال اللي هو في مجلي مثلا للايف ستايل عسلوب الحياة واللي في ناخذ معلومات لازم يكون المصدر هو مصدر اللي يتم فيه نشر المعلومات العلمية اللي بتطرق لباحثنا طيب تعال نشوف بالنسبة للمواقع الانترنت شو يعني انا عندي موقع انترنت اللي هو مصدقية عالية اول شي شوفو لكل موقع انترنت فيه نهاية فيه EDU ACK12 وGOV EDU يعرفوا ده موقع بنتي بEDU هو موقع تربوي وتعليمي هدفو انه ينشر العلم مثال عندكو لجامعة كولومبيا فيه عندها موقع اللي بكونوا تنشر عمليا ابحاث علمية للناس من هناك منقدر نكتبس مثال اخر معهد ديفيدسون اللي هو الهيئة الهيئة والمؤسسة التعليمية تثقفية لمعهد وايزمان من هناك احنا منقدر نكتبس ثاني شاغلي عندنا مواقع اكاديمية بتنتي بEDU AC اللي فيها مواقع الجامعات منفوت جامعات والكليات بتنشر ابحاثها من هناك منقدر نكتبس طلعوا النهاية AC مثال عندنا بتشوف احنا عندنا هنا فيه متاحة بياخذوا من هاي المواقع لما بتشوفوا في عندكو كات ناش بالنهاية اعرفوا انه هذا الموقع هو موقع اللي تثقيفة للتربي والتعليم من جيل الروضة للثاني عشر يعني هدفه المدارس هدفه كل جهاز التربي والتعليم فمثال احنا عندنا بتشوفوا هين جامعة كورنيل عنده موقع للثانوية طلاشوا مكتبه اشو EDU عشانه هدفه نشر العلم والتفقيف العام بس مش بس تفقيف عام هو بتخصص في المدارس الثانوية عشان هيك بتشوفوا كات ناش واخر اشي عندكو الGOV عندكو اليوم المكاتب الحكومية بتكون بابحاثها وبتكون مؤسسات تكون بنشر هاي الابحاث اللي هي ابحاث علمية وبرضو زي وزارة التربي والتعليم اليوم في عندكو مثلا تفوتوا على موقع البيولوجيا في موقع البيولوجيا في وزارة التربي والتعليم بتشوفوا هناك مقالات وكتب اللي هي علمية بتقدر تكتبسوا منها طيب شو يعني موضعية المعلومات الموضعية المعلومات بتعني هل احنا منميز بين اراء والحقائق هل بتشوف ان الكاتب لما بقول احنا منشوف انه النتائج تمت لهيك بسبب المعطيات الموجودة عندي مهم تعرفوا ما يفوت راء 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 راءه حتى لو النتائج كانت بعكس الفراضية لازم يتطرق لها هل المصدر المخصص للاهداف النشر هو هدفه عنده اهداف مخفية يعني هل اللي بكون بالبحث او اللي بنوخذ منه المعلومات هو الشركة اللي له مصلحة تجارية ومنفعة او جمعية اللي بدها تكون بنشر مثلا ايديولوجية معينة يعني فيش اسمه conflict of interest يعني فيه تناقض بالمصالحين انه اللي بيعمل البحث مش بيعمله اهداف علمية بيعمله مصلحة شخصية وهل المعلومات المكتوبة زي ما قلنا من طرف اللي له مصلحة نفس الشي يعني لازم نفحص ان الهدف من نشر البحث هذا هو هدف علمي مش عشان يقوم فيه شهرة ودعاية للشركة او للشخص حداث المعلومات مهم شهر حداث المعلومات مفضل لما تكونوا ببحث عن مصادر تكون هاي المصادر اخر خمس سنين عشر سنين مش اكثر عشان كل ما انتم ابعتوا اكثر كل مرات في عنا قفزات علمية اللي هي بتأثر على جودة المعلومات الموجودة عندي فعشان هيك احنا مهم نتطرك لحداث المعلومات الموجودة عندي تكون ابحاث اللي هي كابل خمس سنين عشر سنين تعال نشوف مصادر المعلومات كيف انا بقيمها عندكو هين جدول لتقييم مصادر المعلومات طلعوا في عندي مستقية مرجع مصدر المعلومات بستقية الكاتب بستقية الناشر الموضوعية الحداثة وانا في كيف بدي اقيم انا كم علم وكطالب في عندي بحط لكل واحدة كدهي بتظهر في هذا المصدر درجة كبيرة صغيرة ولا يظهر مثلا الموضوعية هل اللي بنشر المعلومات له هدفي تلاعب فيها هل هو فيه عندنا هنا فيه احيانا نخلط بين اراء والحقائق هل المعلومات غير موضوعية بالمرة حسبا انا بقيم كدهي البحث عنده كدهي مصدر المعلومات للبحث عنده مصدقية طيب عندكو هذا الجدول تقدر تستعينه فيه اللي فيه بتحطه اسم مصدر المعلومات عنوان المصدر وبتقدر تشوفه حسب الخصائص تبعته وتقوله لكل واحد المعيار الموجود عندي هل هو موجود درجة كبيرة قليلة ولا يظهر اذا كله المعايير هاي موجود درجة كبيرة معتوه هاد مصدر اللي موثوق منه اذا المعايير هاي تقريبا لا تظهر اعرف ان هاد مصدر بتقدرهش تعتمده عليه مهم جدا تختاره مصدر بتقدره تعتمده عليه مهم جدا طيب كيف مندمج التوجيهات لمصادر المعلومات في الوظيفه يجب اضافه اشاره اللي احنا عمليا منحكي لما احنا نحط المصدر فيه المقدمه او في النقاش انا لازم اقول مش انا قلت معلومة معينة ممنوعة اذا قلت معلومة اللي هي مش لئيلي اللي اعتمدت على باحث اخر انه امشي مر الكرام لأ بلاحظة ما قلت معلومة مش لئيلي من باحث اخر لازم في المقدم او في النقاش احط كوسين والتي فيها اكتب اسم الباحث اسم عيلته الاولانة ومع السنت النشر عشان يعرف القارئ ان هاي المعلومة اللي اعتمدت عليها من باحث اخر في طريقتين أول طريقة فيه كوسين يعني تحط أكواس أو الاسم والساني الطريقة الثانية تحط الرقم التسلسل للمصادر الموجودة في المصادر للمعلومات في النهاية فأو تستخدم اسم والساني أو الأرقام زي ما شايفين إحنا عنا هنا نشوف الطريقة الأولى هسه مثال عندكم هين تقدروا تكره مثال لمقدمة اللي كتبوها طلاب وفيها بيقوموا باستخدام معلومات من مصادر وكيف بيتطرقوا بيفتحوا كوس الاسم فاصل سنت النشر وهيك إحنا منعرف من وين هذا المصدر عندكم أخرى مثال بس هاي المرة منفصل النقاش بالنقاش كيف هم بيفتحوا كوس وكل معلومة اللي اعتمدوا عليها بنقاشهم بيحطوا اسم المصدر تابعه قائمة المصادر للمعلومات كيف منكتبس مصدر معلومات من كتاب مقال أو من انترنت بدنا نشوف هسه إحنا هنا أول شي بدنا المصادر في لغات الأم إحنا نكتبها بشكل منفصل على المصادر باللغات الأخرى يعني إذا إحنا عنا العربي نبدأ بالعربي وبعدين بالإنجليزي أو بالعبراني بدي يتم ترتيب العناصر بالترتيب الأبجد يعني منحط أوشي اسم العيلة منحط الاسم عيلته أول بترتيب الأبجدية إذا في محررين عندهم نفس الاسم منشوف الحرف الاسم العيلة الداخل الثاني أو وفق الحرف الثاني طبعا لكل مصدر في طريق التطبيق لأغلبية همتشابهات بس في مرات اختلافات معينة راح نشوف بالجدول اللي قدامنا هين شو هاي كيف إحنا نقدر نكتبس من هاي المصادر طلعوا عندكم كتاب موسوعة مقال موقع الإنترنت على كل الأحوال تحط اسم المؤلف في البداية اسم العيلة الحرف الأول الاسم الشخصي نفس الشي في كلهن فهاي مهمة سنة النشر وإذا في حالة إنترنت تاريخ التنزيل بعدين عنوان الكتاب المقال المقال العلمي أو موقع الإنترنت مقال الإنترنت بعدين إذا كان كتاب تقول اسم الجزء واسم الإدخال إذا كان إحنا عندنا مجلة اسم المجلة إذا كان موقع اسم الموقع بعدين بالكتاب رقم الصفحة نفس الشي في المقال رقم المجلد الإصدار أنه سنة أنه شهر وإنترنت العنوان وآخر إيش تحط دار النشر زي ما شايفين في تشابه على أغلب نفس المبنى المؤلف سنة النشر العنوان الجزء الصفحة ودار النشر بس كنتطرقوا لكل واحد بالاختلافات الطفيف الموجودة بناتهم حسب هذا الجدول زي ما شايفين إحنا عندنا هنا في أمثلة طلعوا ميخايل بدأ باسم عيلته بعدين أول حرف من اسمه الشخصي بعدين السنة بعدين اسم البحث بعدين حط المصدر تبعه وآخر إشي من وين أخذوا من النوع عمليا صفحة وآخر إشي حط دار النشر فنفس الشي بتقومه للجميع فبتقومه المصادر كيف من عدل قائمة مصادر المعلومات اللي أنا بدي أحطها في بحثة تعالوا نشوف طريقة أخرى اللي هي أقل صعوبة واللي هي أوتوماتيكية اليوم إحنا عندنا كلنا في وورد بتروحوا على هفنيوت من الهفنيوت بتحط هسيف تسيتوت يعني أضف هفنيوت يعني التوجيهات هسيف تسيتوت يعني أضف اقتباس هناك إنت عمليا بتروح على إضافة هسيف مكور حداش هسيف مكور حداش يعني إضافة مصدر جديد بتطلع لك هذا المربع بتحط نوع المصدر كتاب مقال وهناك بتحط مثلا الموقع ألكتروني في الحال المكور ألكتروني بتفوته هناك بتحط هسيف تقول هسيف تقول هسيف تبليغرافيا يعني اظهر كل المصادر اللي موجودة عندي وبالك تحط طبعا الدولة مثلا تعالوا نشوف مثال لعننا في المقدمة والنقاش تبدأ عمية انبات من تفاخ البذول تنتص البذول الماء ويزد حجمها في عنا مصدر واحد وبعدين في هذه الحالة يستيقظ الجنين فلوس العاملاز اللي يؤدر تحليل المشا مصدر ثاني طلعا شو أنا بروح لما أنا بكتب هاي المعلومة مش بدأت لأول معلومة فتحت كوس بروح الببلوغرافيا ونسهم الإخضر هين بحط عليها وبعدين بحط انسيرت انسيرت يعني أدخل هاي الببلوغرافيا وانت بتكتب الاسم هو بيظهر لحاله وبرتب لك إياه لحاله هذا الحلو في الترتيب التلقائي ما تغلب حالك انت نسيت اسم نسيت حارة البرنامج لحاله برتب لك إياه وأنا نصيحتي استخدموا هاي البرامج بتريح عليكم كثير وقت بتمنع الأخطاء وفي عندكم برضو أخرى برامج أخرى زي بجوجل وزي بمندلي فمصادر المعلومات موفيكم منها حكينا كتب التعليم اللي هين تعلموا فيها بيولوجيا موقع بشاعر بريشة هاي أبثح نقدمكم إياها طبعا مش بس هي مقالات موقع مخون ديفيدسون موقع فرونتير فور يانج ماينز طبعا في مواقع أخرى اللي هي لازم تكون حسب المعاية اللي احنا عطناكم إياها عشان تعرفوا ده هي مصادر موثوق منها طيب وسننا للمهم النهائية يعطيكم العارفية نحسا نقارن بين مقال علمي ومقال علمي شعبي عندكم نيتشر اللي هي بتعتبر أكثر مجلة علمية هي والساينز اللي هن فيه عندهن البرستيج يعني اللي بينشر هناك بيكون باحث علمي كبير أو عمل باحث علمي مهم وعندكم سينتيفيك أمريكان اللي فيها انتوا عمليا بتكو تفحصوا فرق بين مجلة علمية ومجلة اللي هي هدفها الترويج للعلم سموه ببيولار ساينز مو مش مقال علمي رسمي بس هو هدفه الترويج للعلم فوتوا على الرابط ومسحوا البركود تشوفوا شو الفرق وبدي إياكم تميزوا برضو أخرى مهمة فوتوا وان إحنا منشوف مقال علمي في الامتحان البقاروت النظري بدي إياكم تفوتوا على امتحان البقاروت على المأقار وتفحصوا هل واحد من الامتحانات مثلا بقاروت 2016 هل المقال علمي الموجود هناك هو مبني حسب التقسيم في الجدوى اللي اعطناكم إياه على جهة الشمال مشكورين جدا يعطيكم ألف عافية من أستاذ فريد محميد سلامات ونشوفكم في دروس القادمة عن البحث العلمي ترجمة نانسي قنقر